ما هو في حالك؟ ما هي أخباركم؟ اليوم نكمل الفصل الأول وصلنا للترانزيسترز ونقوم بالجيل الثاني واخذنا التعريف من عنده وهو واحدة مصنعة من مادة السيليكون تسمح مرور التيار الكهربائي وذكرنا من ميزاته أنه يكون اولا صغير الحجم نسبة إلى المفرغة ونقارن الجيل مع الجيل اللي قبله كمية الحرارة المنبعثة أقل من الأنابيب المفرغة زاد من سرعة الحاسوب وأرخص بكثير من الأنابيب المفرغة وتكلمنا عن هذه النقاط كلتها وأشرناها الآن سنفوت بالجيل الثالث الجيل الثالث تطور أكثر كيف تطور؟ بدنا نستخدم ما يسمى بالدوائر المتكاملة فالجيل الثالث استخدمت الدوائر المتكاملة في صناعة الحاسوب وسمي هذا الجيل بعصر الدوائر المتكاملة الآن الجيل الأول نحن عرفنا سموه باسم عصر الأنابيب المفرغة ليش؟ لأن استخدموا الأنابيب المفرغة في صناعة هذا الجيل الجيل الثاني سميه بجيل أو بعصر الترانزيستر ليش؟ لأن استخدموا الترانزيستر في صناعة هذا الجيل الجيل الثالث استخدموا الدوائر المتكاملة ولذلك سمي بعصر الدوار المتكاملة يعني مثلا صح وخطأ سمي الجيل الثالث زيان في صناعة الحاسوب بعصر الترانزيستر غلط ليش؟ لأن الجيل الثالث احنا استخدمنا فيه الدوار المتكاملة يعني انتوا حفظوها بهذه الطريقة اول شيء أنابيب مفرغة بعدين صنعنا الترانزيستر اتطورنا صنعنا الترانزيسترات تمام؟ زيان بعدين الترانزيسترات يعني بالتصنيع وضعناها مع بعض وانتجنا الدوار المتكاملة زيان هسا تعريف الدائرة المتكاملة هي عبارة عن شريحة من السيليكون تحتوي على عدد كبير من الترانزيسترات الترانزيستر هذا مو كان حجمه هذا كان حجم الترانزيستر اتطورت الصناعة والثروة الصناعية زيان وأصبح حجم الترانزيستر صغير جدا يعني هسا هايا هذا اللي إذا شوفوا قدامكم هذا عبارة عن ترانزيسترات زي هاي تمام؟ بس شنو؟ حجمها صغير كثير إلا بالمجهر يلا يشوفوه تمام؟ فالترانزيسترات وضعناها مع بعض وأنشئنا الدائرة المتكاملة زيان فسميه بعصر الجيل الثالث سميه بعصر الدوائر المتكاملة فهسا هاي عندي أنا دائرة متكاملة هي هاي هاي بداخلها تحتوي من ألف إلى ميت ألف ترانزيستر يعني ميت ألف قطعة من هاي صارت صغيرة الحجم تمام؟ وخلوناها في الترانزيستر قسم من الترانزيسترات تراب المجهر وقسم من عدها تراب العين المجردة ما في مشكلة زيان هسا من إحنا تطورنا وأنشئنا الجيل الثالث واستخدمنا الدوائر المتكاملة شنو صار؟ ميزات هذا الجيل شنو يختلف عن الجيل القبله اللي هو الترانزيستر رح نجي نشوف الميزات أول شي خفيفة الوزن تمام؟ أكيد خفيفة الوزن صح؟ لأن هذا هذا 100 ألف قطعة من هاي القطع قدرنا إحنا نصنعها ونخليها في مكان صغير جدا فأكيد خفت الوزن صح؟ زيان صغير الحجم هاي عرفناها ثلاثة قللت من تكلفة الحاسوب ياه الأرخص إلي زيان أنا كمصنع أصنع قطعة وحدة من هاي وفيها 100 ألف قطعة ترانزيستر أو أصنع 100 ألف ترانزيستر زي هاد أكيد هاي أرخص قطعة وحدة تحتوي على 100 ألف ترانزيستر فلذلك قلت تكلفة التصنيع النقطة الرابعة زادت من سرعة الحاسوب فإحنا الجيل الأول أنابيب مفرقة طورنا الأنابيب عملناها على شكل ترانزيسترات وزادت سرعتها وقلت الحرارة ورخص تكلفة بعدين وصلنا للجيل الثالث الجيل الثالث قدرنا نصغر حجم الترانزيسترات بعد أكثر ونخليها أو نضعها في دوائر متكاملة خفيفة الوزن درجة الحرارة قليلة وسريعة وكل هاي الأمور تمام؟ فالسرعة هاي زادت نتيجة التصنيع والثورة الصناعية في تصنيع قطع الكمبيوتر أو الحاسوب وراه مباشرة إجا الجيل الرابع الجيل الرابع من 1971 إلى 81 حسنا حقنانا صنعنا دوائر المتكاملة بعدها كيف اططورنا كيف ردنا من الدوائر المتكاملة ننتج حاجة بعد أكبر احنا عرفناها صح؟ أول شي احنا جبنا له جوتر جوتر قطعة صغيرة زغرناها زغرناها وعملنا الدائرة المتكاملة حسنا الدائرة المتكاملة شنو عملنا فيها؟ درناها معالج دقيق فلذلك بالجيل الرادع اتطورت الدوائر المتكاملة واستخدم المعالج الدقيق في صناعة الحاسوب وسمي هذا الجيل بعصر المعالج الدقيق فالدوائر المتكاملة تطورت وأصبحت على شكل قطعة جديدة يطلقون عليها اسم المعالج الدقيق اللي هسه موجود في أجهزة الكمبيوتر وموجود في أجهزة التليفون والتابلت وإلى آخره صورة المعالج الدقيق هاي هذا المعالج الدقيق أنا عندي في المعمل إن شاء الله إذا رجعنا للدوام أرجيكم إياه هذا المعالج اللي هو موجود في جهاز الكمبيوتر يتكون من مئات أو آلاف من هذه الدوائر المتكاملة وهذه الدوائر المتكاملة تتكون من مئات أو آلاف لترانسيسترات فشوفوا واحد عن اللاخ كيف أنا مثلاً أول شيء شي اسمه؟ الجد بعدين الأب بعدين الإبن بعدين الإبن يتزوج وغمنا يصير عنده أولاد فيصيرون أحفاد نفس الطريقة أجيال الكمبيوتر تطورت نفس أجيال البشر وبهالطريقة هاي هس هذا أشرنا استخدم المعالج الدقيق في صناعة الحاسوب وسمي هذا الجيل بعصر المعالج الدقيق الجيل الثاني عصر أو جيل الترانسيستر الثالث اللي هو الدوائر شنو سمينا احنا الدوائر المتكاملة الجيل الأول الأنابيب المفرغة الجيل الرابع زيان اسمه المعالج الدقيق هس رح نجي نعرف المعالج الدقيق المعالج الدقيق هو أداة الإلكترونية دقيقة ذات قدرة حاسوبية تعادل قدرة حاسوب ضخم يتكون من عشرات الآلاف من الترانسيسترات المثبتة على رقاقة من السيليكون في مساحة صغيرة زيان بهالطريقة هاي يعني الدوار الإلكتروني احنا ممكن نحط فيها مئات اجدت المعالجات اللي هي الصناعة الجديدة الثورة الصناعية الصارت قدرنا نحط عشرات الآلاف من هذه القطع الترانسيسترات اللي هي هاي زيان هاي ونحطها في دائرة متكاملة واحدة أطلق عليها اسم المعالج الدقيق عشرات الآلاف زيان ليش القدرة هنا ذكر أنه ذات قدرة حاسوبية تعادل قدرة حاسوبية لحاسوب ضخم لأن احنا هنا بالدائرة المتكاملة لكننا نحط أعداد قليلة من الترانسيستر صح؟ في المعالج الدقيق قدرنا نحط عشرات الآلاف كل ما يزيد عدد الترانسيسترات في الدائرة كل ما تزيد السرعة دائما هذا قانون هذا قانون موجود في الصناعات كل ما يزيد عدد الترانسيستر في الدائرة المتكاملة تزداد سرعة الدائرة تمام؟ بهذه الطريقة رح نجي نشوف ميزاتها أدى إلى ظهور المايكرو كومبيوتر المايكرو كومبيوتر اللي هي اللابتوبات اللابتوب والحاسوب الحاسوب البيسي اللي هو موجود في البيت تمام؟ تذكرون تذكرون هذا الحاسوب الكبير اللي أنا شوفتكم الصور تبعته على الانترنت هذا يقصدون به اللي هو الحاسوب الضخم المايكرو اللي هو البيسي اللي هو الحاسوب الشخصي واللابتوبات يسموها المايكرو كومبيوتر لصغر حجمها زيان خفض من تكلفة الإنتاج أكيد لأننا سيقدرنا نخلي عشرة آلاف أو عشرات الآلاف زيان وزاد من سرعة الحاسوب زيادة سرعة الحاسوب من جيل إلى آخر هو أمر بديهي لماذا؟ لأن عدد الترانزيسترات في الدوائر يزداد من جيل إلى آخر ونحن نعرف أنه زيادة عدد الترانزيسترات معناه شنو؟ زيادة السرعة زيان رح نوصل في عام 1981 أعلنت شركة IBM عن أول جهاز حاسوب بي سي متكامل يعمل على نظام الدوز هاي تحفظوها تمام؟ اللي هو متى ظهر أول جهاز حاسوب شخصي زيان شركة IBM هي اللي قامت بتصنيعه سنة 1981 زيان هسا هذا الجهاز شنو يطلقون عليه اسم؟ يطلقون عليه اسم مايكروكمبيوتر لصغر حجمه مقارنة بالجهاز الكمبيوتر الكبير اللي أنا شوفتكم ياه على الانترنت اللي هو شنو كان اسمه؟ خلن نرجع دقيقة بدائق لا دو 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 tang هذا صح؟ هذا تشوفون مش كبرى؟ حجم الغرفة كامل هو الجهاز النفسه الكمبيوترات بعدين اتطورت بسبب وصول الجيل الرابع اللي هو المعالجات الدقيقة تمام وقدرنا شركة اي بي ام قدرنا تصنع اول جهاز حاسوب شخصي اللي هو البي سي البي سي هذا الجهاز واللاب توب هو اللاب توب اللي حنا عرفه زيان هذا مايكرو كمبيوتر يا سنة الف وتسعمية واحد وثمانين اي اسم الشركة شركة اي بي ام ما هو هذا الجهاز اول جهاز حاسوب شخصي اختصار بي سي كلمة بي سي شنو اختصارها هيواجب عليكم تلاقوها على الانترنت اختصار بي سي شنو معنات كلمة بي سي تمام الاجانب او كل الناس اللي يتكلمون باللغة الاجنبية يقولون بي سي اذا بي سي معناتها عندي جهاز كمبيوتر في البيت واذا لاب توب هي لاب توب نفسها فانا اريد منعتكم تبحثون ما هو معنات او اختصار كلمة بي سي زيان شنو هالا الاختصار ودولي على الخاص زيان الجيل الخامس والاخير اللي هو بدأ من الف وتسعمية وتسعة وثمانين وإلى الوقت الحاضر اللي هو الفين الفين وخمسة الفين وعشرين او ان شاء الله الفين وواحد وعشرين ميزات هذا الحاسوب الجيل انه هو تميز هذا الجيل شنو ميزاته انه هو يحاكي الانسان في ذكائه كفاءة وحمل بعض صفاته مثل تمييز الصوت تمييز الاشكال والاشخاص التعامل مع اللغات واللهجات لتنفيذ الاوامر الجيل الخامس هو تطور اللي هو هسا الكمبيوترات اللي احنا عدنا واللي نستخدمها والتليفونات كذلك بدأ هذا الجيل بعد ما اتطورت المعالجات اللي هي هاي المعالجات الدقيقة بعد ما اتطورت بدأ الجيل الخامس اللي هو يكافأ او يحاكي الانسان في ذكائه صار سريع كثير بحيث قدر اولا يميز الاصوات اثنين يميز الاشكال والاشخاص اثنين بدأ يتعامل مع اللغات البرمجية اللغة الصينية اللغة العربية اللغة الكورية واللهجات وتنفيذ الاوامر هذا التمييز الاصوات والاشكال وهالامور هذا شنو يسموه في الكمبيوتر يسمى بالذكاء الاصطناعي يعني هسا الذكاء الاصطناعي كمقدمة معنات الذكاء الاصطناعي انه انت عندك جهاز كمبيوتر او مثلا روبوت مثل هذا هذا شركة سوني عملته تمام هذا الكمبيوتر او هذا الجهاز الى القابلية انه يميز اصوات ويميز الاشكال والاشخاص ويتعامل مع اللغات واللهجات في تنفيذ الاوامر فهم يطلقون عليه مصطلح الذكاء الاصطناعي فتعريف الذكاء الاصطناعي هو جهاز كمبيوتر يحاكي الانسان في ذكائه له القابلية على تمييز الاصوات اولا تمييز الاشكال والاشخاص والتعامل مع اللهجات واللغات لتنفيذ الاوامر هاي النقطة الثالثة تمام تلاث نقاط رئيسية اذا انا ذكرت لكم النقطة الاولى والتانية وكتبت فقط في السؤال يقعد خطأ ما يصير تمام لازم لتلاث نقاط مع بعض انه يميز الاشكال ويميز الصوت ويتعامل مع اللغات واللهجات لتنفيذ الاوامر ميزات هذا الجيل اللي هو الجيل الخامس سرعة عالية اكيد دقة متناهية هذا شيء اكيد صح لان الكمبيوتر اللي الى القابلية انه يميز الصوت ويميز شكلي انه انا هذا الشخص قدامكم هو انس تمام هذا اكيد عنده دقة متناهية يكون دقيق في العمليات الرياضية والعمليات الحسابية والسعة التخزينية الى كبيرة شايفين انتو حسا التليفونات 5 جيجا 20 100 120 الايفون الجديد 256 جيجا عنده طاقة تخزينية كبيرة اقدر اخلي صور ملفات كتب مال مدرسة الفيديوهات العائلية البرامج اقدر اخلي فيه كتير شغلات هنا منطي مثال نزول الرجل الالي اللي هو الروبوت من السلم دون تعثر هو تعبير عن الذكاء الاصطناعي تمام هذا هو معطيكم مثال زيان هسا هذا الروبوت كيف يقدر ينزل من الدرج من دون تعثر لان الى القابلية انه يميز الاشكال تمام فيعرف هذا اللي امامه هو سلم وعنده الدرجة الاولى الدرجة الخامسة بعدين الرابعة والتالتة والتانية والاولى وينزل في الارض بالاخير فلو هو ما عنده دقة عالية زيان وما عنده خاصية تمييز الاشكال كيف رح ينزل الروبوت ما رح يقدر فهذا المثال هذا المثال مهم انه كيف قدر الانسان او العنصر البشري انه يصنع اجهزة وآلات مثل الروبوت تحاكي البشر كفاءة تمام او ذكاء كيف الذكاء والش اسمه الكفاءة عن طريق تمييز الاصوات تمييز الاشكال تمييز الاشخاص التعامل مع اللغات يعني هذا الروبوت هذا الروبوت يدعم اللغة الانجليزية واللغة اليابانية اذا انت تكلمت معه بالانجليزي يقدر يميز الكلام ويتعامل معك باللغة الانجليزية اذا تقول له مثلا هلو هاي رأسا هو يرد عليك هلو هاي بهالطريقة هاي تمام ويتكلم ياباني كمان هميا وبهالطريقة هاي فهذا الجيل الخامس اللي هو بده من التسعة وثمانين ولحد الان التطويرات شغالة عليه ومن عنده طلعت التليفونات الهاتف اللوحي التابلت والكمبيوترات ايضا اطورت زينا حبايبي الهنا رح نكون تمينا الفصل الاول الواجب عندكم اول شي تحلون اسئلة الباب كاملة في الكتاب الصح وخطأ تكتبون السؤال وتكتبون الاجابة في المربع والاختيار من المتعدد تكتبون السؤال والاجابة الصحيحة فقط زينا عيني والواجب الثاني انه كلمة بي سي اختصار شنو هي هاي كلمتين الحرف الاول منها بي والحرف الثاني من عندها سي زينا عيني واذا هذا الاختصار معرفتوش خلاص اتركوه من احنا نلتقي في الحصة ان شاء الله لسبوع الجاي نشرحلكم اياه الله يحفظكم حبايبي وراح نبدي ان شاء الله ورا ما نحلل الاسئلة ونكمل نبدي بالفصل الثاني اللي هو الانظمة الانظمة العد انه كيف نحسب كيف الكمبيوتر يحول الاحرف الى ارقام تمام كيف العرب عبروا عن الاحرف باستخدام اللغة العربية زينا نظام الزوايا اللي انا شرحت لكم اياه في الحصة رح نتمر عليه ونتمرن عليه تمام عن طريق رسم الارقام والى اخره من الامور لا تنسون الواجب ماشا يعني يلا السلام عليكم